موسيقى وإلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجه جلالة الملك عبد الله الثاني عدة رسائل أمس للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال حساب الديوان الملكي الهاشمي على تويتر مهنئا إياهم بالإنجاز الذي حققوه بتعادلهم السلبي أمام فريق الأوروغوي في المباراة التي جامعتهم على أرض الثاني فجرة الخميس القائمون على حساب الديوان الملكي الهاشمي على تويتر كتبوا تغريدة في تمام السادسة إلا ربعا أمس علنوا فيها أن الملك سيوجه رسائل للنشامة قائلين كتبوا الآن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه عدة رسائل لنشامة المنتخب الوطني عبر موقع تويتر الديوان الملكي الهاشمي لتأتي الرسائل الملكية بعد دقائق من نشر التغريدة على هو التي أشهدت بالنشامة ودورهم في تجزيد حالة وطنية بين جميع أفراد الشعب الذي وقف خلفهم للتجيع والمؤازرة ومن الرسائل الملكية التي نشرها حساب الديوان على تويتر إلى نشامة منتخبنا الوطني لكم تحية الفخر والاعتزاز لوصولكم لهذه المرحلة التاريخية كنتم المثلة في الإنجاز والتحدي وأيضا هناك نسجتم حالة وطنية رائعة من الإيجابية والطموح وتوحيد طاقات الجماهير نحو هدف وطني واحد اشتركوا في القناة